صباح الخير أتمنى تكونوا كويسين ويكون يومكم كويس وصفة النهاردة من أجمل وأسهل الوصفات اللي أنا بحبه جداً في وصل السيف دايماً بقى محتاجين حاجة سهلة وبسيطة وحاجة بدون تعب ومجهود في المطبخ وإحنا بنحضرها ودايماً بحتاجين حاجة ترتب على قلبنا في الجو والحرر اللي إحنا فيه وحاجة كده بدون فرن النهاردة هوريكوا إزاي نعمل البنة كتة البنة كتة من الحاجات الجميلة جداً السهلة في تحضيرها وكمان زي ما إحنا عارفين البنة كتة وصفة إطالي مشهورة بها إطاليا زي البيتسة وزي المكارونا فهم الحاجات الجميلة جداً السهلة مكوناتها كمان سهلة جداً نقدر نقول عليها بثلاث مكونات بس مش أكتر من كده النهاردة هوريكوا زي تعملوك كل سهولة في البيت ومش تاخد منكوا أي وقت خالص في تحضيرها بنة كتة من الحاجات اللي هنا مشهورة جداً في إطاليا ومشهورة كمان في المطاعم الإطالي لما نروح أي مطعم وبنفتح المينو دايماً منلاقيها دايماً في الحاجات اللي هي الحلويات فبنحبها جداً علشان طعمها جميل في منتهج جميل بشراحة أنا بحبها جداً في فصل السيف وبعملها كتير جداً عشان فعلاً أنا بحبها عشان سهلة وبسيطة ما بتاخدش أي وقت خلص في تحضيرها النهاردة هنعملها مع بعض بكل سهولة يلا بنا على طول نبدأ في الوصفة في الطريقة أول حاجة هنبدأ بتحضيرها هي الجيلاتينة حسب نوع الجيلاتينة اللي هتستعملية لو الجيلاتينة اللي هي البودرة يبقى هندوبها في شوية مية بردة في الأول هنا معي جيلاتين اللي هنستعملها عشرة جروم طبعاً عشرة جروم على الكمية اللي هستعملها هنحطها بس في شوية مية بردة عشان تبقى طرية معنا هنا نبدأ على طول في الوصفة وصفة البنكوتة هنا معي لتر من الكريمة اللي هي كريمة الحلويات طبعاً هنا ممكن تضعافي الكمية أو ممكن تقليليها طبعاً حسب رغبتك هنا كمان هنطيف عليهم 200 ملي من اللبن هنا في المطاعم بيعملوها لتر من اللبن معاهم لتر من الكريمة بس احنا عشان هنعملها في البيت فمحتاجين طعم الكريمة يكون ظاهر فيها أكتر كمان هضيف 150 جرام من السكر طبعاً السكر ممكن تقليلي أو ممكن تزودي هحتاج كمان عليهم بكوين من الفانيليا عشان بس يدينا راحة حلوة كده خلاص البنكوتة بقيت كده جهزة معنا مكوناتها بسيطة جداً زي ما أنا قلتلكم مكوناتها بسيطة وسهلة كمان في تحضيرها هنا هنقلب كله على البارد عشان بس ندوب السكر هنا احنا مش حاطين نيشة ولا اي حاجة فاحنا بس مجرد ان احنا هندوب بس السكر وهنحطها على طول على النار اهم حاجة النار بتاعتنا تكون نار متوسطة مش هنسيبها كتير على النار اهم حاجة بس ان هي ندوب السكر كويس واول ما تبتدي ان هي تغلي معنا زي ما احنا شايفين كده كده هي خلاص بتبقى جهزة هنبتدي نشيلها من على النار وهنبتدي بقى ندف عليها الجيلاتينة اللي احنا كنا محضرينها في الاول اهم حاجة جيلاتينة بتاعتنا نصفيها كويس جدا من المية زي ما احنا شايفين كده ما يكونش فيها مية خاصة تأكد ان احنا صفناها كويس وهندفها على طول على الخليط بتاعنا وهو سخن اهم حاجة الخليط بتاعنا يكون سخن عشان الجيلاتينة تبتدي تسحم على درجة سخنة الخليط هنقل بس شوية صغيرين علشان هتأكد ان الجيلاتينة اللي احنا دفناها اه بتدت تدوب وخلاص ملهاش اي اثر خالص اهم حاجة نتأكد ان الخليط بتاعنا وهو سخن هنضيف على طول على الجيلاتينة علشان هتسح بكل سهولة لكن لو الخليط بتاعنا برت ودفنا عليه الجيلاتينة الجيلاتينة هتبقى هتعمل كده صغيرة وكلاكية مش تبقى منظرها طبعا لطيف خالص هنا هناخد الخليط بتاعنا هنصف فيه عشان بس لو فيه اي حاجة كتعة صغيرة اه نحاول ان احنا هتخلص منها وما تبقى الزهرة معنا واحنا منقدم البنة كتة هنتجي بقى نصفها في اي اتباق كده او اي كوبايات منظرها لطيف اه ممكن كوبايات ممكن لو عندك اتباق صغيرة يتبقى رز بلبن او الاتباق بتاعت الجيلي اه ممكن كسات يعني اي حاجة موجودة عندي كنتيدي نصف فيها البنة كتة ده ما البنة كتة اه معروف ان احنا منفعش خالص نقولها وهي سخنة لازم ندخلها للتالاجة يعني فترة مدقلش عن怒AT عن 4 ساعات يونى 4 سا Kart 8 ساعات عشان نبتدي ان احنا نقدمها وبتدي ناكولها ده خلص بقى منظرها اه بعد ما صبناها في الكوبايات هندخلها للتالاجة وهنطلعها بعد اربع ساعات عشان نبدأ لنقدمها ده واقع وانظرها بعد المخرجة من التلاجة شايفينها قد ايه هي متماسكة احنا مش ضيفناش عليها اي نشة ولا اي حاجة طبعا الجيلاتينة هي اللي خلتها متماسكة كده ممكن نكلها كده على طول بالمعلقة من الكوباية او لو حابين احنا نحطها في طبق هنحطها في شوية مية سخنة يعني سواني كده بسيطة عشان بس تبتدي دفصل من الجوانب ونحطها في الطبق تنزل معنا بكل سهولة ونضيف عليها السوس اللي احنا عايزينه ممكن سوس كراميل او سوس فراولة ممكن شوية شوكولاتة سيحة كده على الوش هنا كده انا شكلت في التازين طبعا التازين ده طبعا حسب ما انت بتحبي حسب ربتك انا هنا حطيت شوية سوس كراميل ممكن كمان تحطي شوية مربع على الوش هنا كمان انا ضيفت شوية مربع مربع شليجينا اللي هي الشليجيا ممكن كمان تحطي سوس فراولة طبعا التازين ده طبعا حسب ما بتحبي كده خلاص هي بقت شكلها في المطاعم الاطوالي بتتقدم كده بالكوبية طبعا بتضاف عليها السوس اللي انت عايزاه هنا دي السوس الفراولة طعمها بجد كلها كل السوسات كلها طعمها احلى من بعد طعمها جميل جدا البنكوتة وخفيفة وسهلة مكوناتها بسيطة جدا مخدتش معنا اي وقت خالص في تحضيرها من الحاجات الجميلة جدا اللي انا بحبها جدا في فصل السيف وبحب دايما اعملها عشان ما بتاخدش منينا اي تعب ولا اي مجهود خالص في تحضيرها وبتتاكل كده ساعة وبترتب كده على القلب فعلا في السيف اتمنى ان انت تجربيها وتمنى بجد ان هي تعجبكو ودي كمان انا ضفت عليها شوية شوكولاتة كان عندي شوية شوكولاتة حطيتهم في الميكروندو في الميكرويف وسيحتها وضفتها عليها كده على الوش ابدأ بقى في التزيين هنا ده بقى شكلها بالشوكولاتة كمان بالشوكولاتة طعمها جميل جدا الشوكولاتة مع البنكوتة طعمها في مده الجميل هنا ممكن تضيف اي سوسات انت عايزيها بتحبيها وصفة سهلة وبسيطة وكمان تحلية حلوة جدا في السيف هنا ده شكلها خلاص بعد ما خلصنا الوصفة ده بقى شكلها وتقدم كده بتنزل كده في المطاعم فعلا المطاعم الايطالية بتتقدم بالمنظر دوت في الكوباية كده ومعها المعلقة ده بقى منظرها متمسكة جدا طعمها جميل كده خلاص فيديو النهاردة خلاص كده خلص اتمنى ان هو يعجبكو وتمنى ان البنى كده تكون عجبتكم وصفة البنى كده تكون سهلة وبسيطة وتكون عجبتكم وتمنى ان تجربوها وتمنى ان انت تشتركوا معنا في القناة وتمنى ان الفيديو النهاردة تكون يعجبكو ولعجبكو فيديو النهاردة ريتم تنسونيش في اللايك والشير ولأول مرة تشوفوا القناة او لسه ما اشتركتوش انزلي تحت الفيديو اضغط على كلمة اشتراك وفعال زر الجرس عشان يوصلك كل جديد اشتركوا الاخير او باي باي